لا تكون موازنة أي مدرسة خاصة قانونية إلا بعد تصديق لجنة الأهل عليها لكن غالبية لجان الأهل في لبنان تابعة لإدارات المدارس تحكم علاقة الطرفين مصالح متبادلة مثل تخفيض أقصاط أولاد الأهل أعضاء اللجنة مقابل السكوت عن قرارات المدرسة أبرز هذه القرارات زيادة الأقصاط اتخذت المدارس من إقرار سلسلة الرتب والرواتب ذريعة لزيادة الأقصاط مع أن السلسلة ليست سارية المفعول حتى الآن في هذا الإطار تبرز تجربة لجنة الأهل في مدرسة روضة الفيحاء في طرابلس أحد أعضاء اللجنة سابقا أحمد عبد الله دفع ثمن اعتراضه على زيادة الأقصاط فطردت المدرسة أولاده الثلاثة في تقرير سابق استندت الجديد إلى المادة القانونية التي تؤكد عدم قانونية إجراء المدرسة التجربة توسعت لتشمل لجان أهل وأولياء أمور في الشمال الاتلاف تشكل تحت عنوان معا لأقصاط مدرسية مدروسة أسس لتجمع يدعم أو يرعى لجان أهل بأكتر من مدرسة خاصة بعمستة والشمال وهيك نستفيد من خبرات بعضنا وهيك نتكاتف مع بعضنا كالجان أهل حتى لا نسمح له القطاع الخاص هذا يدمر مشروع تربوي هو هدفه أنه يبنيننا جيل جديد مش أنه معلش عفوا يستفيد من ظهر هذا الجيل الجديد ونحن نطلق بمجموعة تحركات لتوصل لخطوات تصعيدية وبالبداية ستكون لدينا مشاورات ودعوة لجميع الجان الأهل وجميع أولياء الأمور والمتضررين من الحمل القادم الشرسي لقلنا أدي حجم الأرباح بشكل عام للمدارس الخاصة اللي طلع معنا سنويا ما لا يقل عن مليار دولار هي أرباح صافية للمدارس الخاصة بالتفصيل إنه ست سبع سنين هالقصة عم يرتفع والمعلمين ما أخدوا شي يعني في البعض عم يحاول يحط الأهالي بوجه المعلمين نحن هون جاينين نقول إنه المعلمين والأهالي بخندق واحد اثنين نأكلين من هالطبقة السياسية وأكبر دليل على ذلك إنه كل الوزراء وكل النواب وكل الطبقة السياسية عندهم مدارس بكل الأحياء وعند الجامعات بكل الأحياء وبالتالي ارتفع القصة المدرسية هي سرق للأهالي موصوفي بالوقت المعلمين ما أخدوا لقرش إذن هالست سبع سنين وقال كنا القصة المدرسة عم يرتفع وأنا كنا عم تروح الأموال القصة المدرسة اندرب اثنين واندرب تلاتي مين أقض النصريات؟ تصل أرباح بعض المدارس الخاصة إلى أربعين في المائة إضافة إلى أرباحها من النقل والكتب والقرطاصية القانون حدد هامش الربح المسموح به للمدارس حتى وإن كانت خاصة فهل تتحرك وزارة التربية جديا للجم المدارس؟ فتون رعد قناة الجديد